السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب حضراتكم جميعا تكونوا بألف خير وبألف صحة. انا قصمة زرعي من اكاديمية بي برو تريدر. ان شاء الله هنكون مع بعض النهاردة في الودينار هنتكلم فيه مع بعض على الاندكسات او هنتكلم كده على كم حاجة ان شاء الله سبحان تعالى جوا الماركت وازاي ان احنا ممكن نحط حجر اساس او ازاي ان احنا ممكن نكون بنشتغل فيه السوق ازاي بنجهز نفسنا ايه اللي المفترض ان انا بعمله اللي من المفترض ان انا مش بعمله هنعمل كده مع بعض ان شاء الله اكتر من حاجة وهنفهم كل حاجة. لو عندك اي استفسار او اي سؤال اكتبوا لي في الليتشات اللي هيكون بيننا وما بين بعض وان شاء الله علشان اجاوب عليهم قبل ما اقلص المحاضر. تمام? الصوت واضح بالنسبة لنا كلنا والشاشة تمام? مظبوط كده? الصوت تمام? طيب الشاشة تمام يا جماعة? تمام. اللي عنده اي سؤال يعني ممكن يكتبه كده على ورقة او يخليه مثلا معاه. لحد ما اجي ويمكن يجوز ان انا هجواب عليه في وسط المحاضرة. ويجوز ان يعني يكون هاي لها اجابته لو ما لقيتش اجابته ما تخرجش من المحاضرة غير لما تكون فاهم كل حال. باسم الله. الوبينار بتاعنا بتاعنا النهاردة هو بعنوان الاندكسات. وايه هي الاندكسات وايه اللي من المفترض انا بعمله وايه من المفترض اللي انا بخلي بالا منه ازاي اصيسا بجهز نفسي جوه. خلينا نبدأ ونقول ان اوقات كتير لما بنيجي احنا كناس بتشتغل في تجارة الفوريكس او في السوق العملات تحديدا. في اوقات كتير بنكون سواء الطريقة اللي هراج متباحها. سواء كنت بتتبع طريقة العرض والطلب مثلا او كنت بتتبع نمازج من نمازج الهرمونيك. كنت بتتبع التحليل الكلاسيكي. كنت بتتبع اي نوع من نوع التحليل. في اوقات كتير بيكون الشارت بيوصل كده عن دي. لحد مناطق يعني من المفترض مسلا ان احنا حللنا مع بعض. وشوفنا ان دي وليكن سبلايزو. تمام? وصلنا هنا لحد منطقة العرض ازا كنت انت بتشتغل عرض وطلب فقاللي ازبتتها عملت لها اثبات وقيمتها او لو كنت بتشتغل بالتحليل مسلا الكلاسيكي. لقيت هيد اندو شولدر مثلا اتكون من هنا ازا كنت بتتعامل بالهرمونيك دي بي ارزيد لنموذج من النمازج اللي انت بتشتغل عليهم. والمنطقة دي من المفترض اللي هي سبلايز. ليه اوقات كتير السوق لما بيجي بعد ما بيوصل عند المنطقة ما بيش بيكون في احترام من المنطقة. وبيكمل في دائرة السوق. ممكن دي كلها مشاكل احنا قريدي بنواجهها. وعلشان كده عملنا المحاضرة الخاصة بالنهاردة. يمكن كمان احنا بنبدأ لسه سنة جديدة وعشرين واحد وعشرين. ولسه ان شاء الله تمنى يعني ان انت في شهر واحد وشهر اتنين تكونوا حقيقين ارباح كويسة. فليه ازاي اقدر استفيد وازاي اقدر اعرف ازا كان السعر هيجي عند المنطقة اللي انا قريدي مطلحها للبير او للزوج اللي انا بشتغل عليه. مسلا يورو دولار باون دي ان باون دولار منزولان دي استرالي اي زوج من الازواج دي. ازا كان هيجي اصلا الزوج في المنطقة دي او في الاريا دي وهيكمل في دائرة السعود ولا هيهبط معي. وعشان كده محاضرتنا النهاردة هي بعبارة عن الاندكسات. ايه هي الاندكسات? او ايه هي العملات? احنا عندنا لما بنيجي بندخل السوق العملات. عندنا اكتر من حاجة او اكتر من عملة مهمة ان احنا لازم نعرف. وكده كده احنا قريدي بنشتغل عليه. عندي دولار يو اس دي. عندي يورو. وان شاء الله يعني لو مشينا على اللي انا هقوله عليه في المحاضرة دي فبامر الله الدنيا هتكون آآ كويس. عندي دولار. ده كفكرة اول عملة يمكن اكثر انتشارة. آآ عندي يورو. عندي استرالي. عندي نيوزولاندي. عندي آآ باوند. عندي ين. تمام? يمكن دول من الاكسر شهران وكمان يعني لو هنحط عليهم الفراند. فيمكن دول الاكسر آآ عملات اللي احنا قريدي بنداول عليهم. دولار يورو استرالي نيوزولاندي باوند ين فراند. طيب. كل واحد من دول او كل آآ عملة من العملات دي. ليها حاجة اسمها او ليها حاجة اسمها مؤشر. يعني ايه مؤشر? لو حد فينا بيشتغل اصلا في البورصة او لو حد فينا اصلا يعني بيحلل جنب الفوريكس آآ بورصة. فلما مسلا بيجي بيدخل بورصة مصر. وليكن عشان انا مصري. فآآ بورصة مصري فابن المفترض ان اول حاجة قبل ما بيروح يشوف اساسا حركة الساعة. بيروح يبصيلي على آآآ آآ 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 ايجي اكس. بيروح يبصيلي على اي جي اكس سيرت. اي جي اكس تلاتين. او اي جي اكس سبعين او او خمسين او اي جي اكس مية ايه دول دول المؤشرات اللي هما من المفترض مكونين لشركات البورصة. طب لو انت سعودي او في المملكة العربية السعودية بتروح تبصيلي على تاسي. ايه تاسي? لو تاسي احنا لما بنيجي نحلل السورة السعودي قبل ما بنبدأ بنيجي بداية الجلسة بنطلع على طول بنبصي. والله لو تاسي قريدي معانا صاعد النهاردة هيبقى الوضع العام كله جوه السوق صاعد. طب لو تاسي قريدي آآ آآ هيدي نهبوط في السوق يبقى الوضع العام لكل الشركات هيكون معايا هبط. نفس الكلام ده لو حضرتك آآ آآ في البورصة الامريكية آآ لو انت جوه السوق الامريكي او لو انت جوه البورصة الامريكية قبل اول حاجة بتروح علشان آآ تحللها جوه السوق هي داو جونز. ايه سعم بي فايف هاندرد او اس بي اكس او على حسن ما فيه ناس بتسميه. وعندي ناسدك. طيب ايه دول اساسا ويعني ايه فكرة المؤشر واللي مناه هنفهم يعني ايه فكرة الاندكس نفسه. داو جونز اس ام بي ناسدك هما من المفترض ان دول مؤشرات تكوين السوق. يعني لما تروح لي مثلا لحاجة زي داو جونز. ايه داو جونز هما تلاتين شركة موجودين مع بعض اتحطوا كده جوه مساحة. المساحة دي لما بتيجي تتحرك صعبة او هبطة ده بيكون اداء السوق. الله يعني مثلا احنا دلوقتي في الروم. هنفترض ان احنا مسلا مع بعض دلوقتي في الروم ان احنا آآ ميت شخص مثلا. حلو? كل حد فينا هنعتبر ان هو شركة. طيب لو انا مسلا بعد المحاضرة دي وقلنا ان ان احنا ادينا محاضرة لكافة كل الناس ونقدر نقول ان كل الناس رهمتها بنفس بنفس المستوى. فنقدر نقول لو احنا كلنا اداء مجمع يقدر نرمز له برامز وممكن نسميه نسلا اندكس الجروب ده او اندكس الوبنار. هي هي نفس الفكرة. فالداو جونس هو اداء تلاتين شركة اريدي موجودين في السوق الامريكي منهم قبل مايكروسوفت خلافه. آآ آآ عندنا الاس بي اكس خمسمية او الاس ام بي فايف هاندر هو في حوالي خمسمية وخمسة شركة متكونين لي. عندي الناس داك في حوالي مية وتلاتة شركة متكونين لي. لما الناس داك بيكون صعد فانا اريدي بتنبأ ان الاداء نفسه بيكون صعد. فهي هي نفس الفكرة اللي بنعملها لما بنيجي بندخل بورسة الاسهم هي هي نفس الفكرة اللي احنا هنعملها لما هنيجي ندخل بورسة العملاء. هي دا هنا طالما لازم قبل ما بندخل الساعة بنروح وبنبص على الاندكس او نقدر نقول الانديكيتور او المؤشر او المؤشر بتاع البورسة هنا في بورسة العملاء هنروح نبص على المؤشر بتاع كل عملة اللي احنا بندخل عليه. لحد هنا فيه اي مشكلة? ها لو الدنيا تمام وكل حاجة ماشية ياريت تكتبولي واحد. تمام. تمام استاذ محمد زي الفل. طيب. تعالوا بنا زي ما التاسي او زي ما السوق السعودي موجود ليه مؤشر واحد وهو تاسي. وطبعا ده باختلاف. اسأزنكم بس لو نقفل الكاميرا عندنا كلنا. زي ما المؤشر للسوق السعودي اللي هو تاسي او البورسة السعودية عندها المؤشر تاسي. زي ما السوق الامريكي في دا وفي اس ام بي فايف هندرد وفي نازدك وفي راسل وفي وفي وفي. احنا كمان في بورسة العملات عندنا مؤشرات. ايه المؤشرات? عندي اول حاجة مؤشر كامل للدولار الامريكي. يبقى اول حاجة عندي مؤشر اصلا للدولار الامريكي. ايه التاني عند مؤشر كامل ببص بيه على اليورو. عندي مؤشر ببص بيه على الاسترالي. عندي مؤشر ببص بيه على النيوزولندي. عندي مؤشر ببص بيه على الكندي. عندي مؤشر ببص بيه على اليين. عندي مؤشر ببص بيه على الفرانك. عندي مؤشر ابص بيه على الباوند. طيب هل اقدر ان انا هعمل نفس اللي بعمله جوه البورصة او جوه جوه البورصة السعودية او جوه البورصة الامريكية هلا هقدر ان انا عمله جوه بورصة العملات اه يبقى اللي احنا هنعمله في اول حاجة بروح ببص على المؤشرات بتاعة السوق اللي انا دخل عليه ده وبقول والله يا جماعة انا السوق معايا صاحب والله هابط طيب الحتة دي بنقول ايه? ان احنا عندي مؤشر لكل بير مؤشر لكل عملة الدولار الامريكي ليه مؤشر اليورو نفسه ليه مؤشر الالسترالي ليه مؤشر النيوزلاندي ها وهكذا فلو انا شايف ان عندي هنا الدولار نفسه كمؤشر كمؤشر الريدي هو بنفسه اللي صاعد فنقدر اتنبأ ان كل ازواج الدولار صاعدة اه وكمان بأكدها مثلا لو يورو يورو دولار فتأكد ان ده عند منطقة طلط واتأكد ان اليورو عند منطقة عرض عشان تبقى صفقة موفقة. لحد هنا في مشكلة? في اي سؤال? نكمل? ما تنموش بقى جماعة احنا لسه بنبدأ في المحاضرة. طيب. حلو قوي. طيب تعالى بينا اصلا هم الحاجات دي اساسا انا براح اجيبها منين. يعني علشان الاقي المؤشرات دي او اصلا المؤشرات دي اساسا انا براح اجيبها منين. بص يا سيدي انت من المفترض انك بتروح على يعني بتقلد دابلو 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 دوت ترينج فيو دوت كوم. كي? عند بتجي لي هنا عند كلمة الاسواق او كلمة الماركت. عند بتبصي لي هنا عند كلمة الاسواق او كلمة بتجي لي هنا عند المؤشرات كلمة المؤشرات لو انت انجليزي انجليش فهتلاقي ماركت هتلاقي هنا هنا بتلاقي الانديكيتور بتاع او هنا هتلاقيها مكتوب مؤشرات العملات بتدوس عليها بالشكل ده لما بتدوس عليها بالشكل ده بيطلع لك مؤشرات السوق وبيطلع معاك هنا مؤشرات العملات بتاعك عندي من هند. اول حاجة دي اكس واي هو مؤشر الدولار الامريكي. دي اكس واي هو مؤشر الدولار الامريكي. لازم 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 يوم الحد قبل ما الجلسات تفتح وقبل ما الناس اساسا تصحى من النوم وقبل اي حاجة يوم الحد تكون مجهز تحليلاتك اللي انت هتعملها على مدار الاسباع كامل. فاول حاجة اصلا علشان هتبدأ بيها التحليلات بتاعتك بتفتح بتروح لتريدينج فيو بعد بتكتب المؤشرات او الاسواق من الاسواق بتختار مؤشرات ومن المؤشرات بتختار المؤشرات بتاعتك. تمام? تمام. طيب ايه الحاجات اللي انا هروح ابص عليها? انا لازم هبص على التمن حاجات اللي موجودين عملي. اول حاجة بروح لها خالص هو الدي اكس واي. ايه الدي اكس واي هو مؤشر الدولار الامريكي? طيب. لما بدوس كده عليه? يعني خلينا كده ندوس معي على بعض. اهو. اهو. ادي فتح لمؤشر الدولار الامريكي. هقول له مثلا الرسم الباني هنا المتقدم شوي. هيفتح هنا معي ايه? دي حركة الدولار الامريكي. ادي حركة الدولار الامريكي نفسه. لو انت متبعني على اي مكان او بتشوف التحليلات بتاعتي هتلاقينا النهاردة ان احنا كنا قايلين انه الدولار نفسه هابط. يبقى ده يحفزك ان انت هل في ظل مثلا ان انت لو محلل التحليل ده. خليه مثلا انت على روحة الساعة. معرفش يا رب تكونوا شوفتوا تحليل اول اسبوع. لو انت محلل على الساعة والحركة دي قريدي هتكون موجودة اقصادك. هل كان ينفع ان لو مثلا مدي لك اليورو دولار او الاسترالي دولار او 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 او. مدي لك ان انت تبيع الاسترالي مثلا من الحتة دي. والتبيع الاسترالي وتمتلك الدولار في وسط حركة زي دي. هل كانت دي هتكون صفقة موفقة؟ هل دي كانت من المفترض ان هي هتكون صفقة معك؟ لا. ليه? لان انت عندك اصلا الدولار نفسه هابط. وخلي بالك اوقات كتير ممكن تلاقي مثلا على على زوج زي الاسترالي وهنروح دلوقتي للأسترالي وتحليله. زوج زي آآ آسف عملة زي الاسترالي. ممكن الاسترالي اصلا هيكون مسلا آآ 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 هتلاقيه اصاد الين هابط بس تلاقيه اصاد الدولار صاعد. ليه؟ لان الدولار هنا نفسه هابط. فيجوز انك تشتري الاسترالي مقابل مقابل دولار وهتلاقي اصاد الين هابط. هل الكلام ده بيحصل حقيقي؟ هنبص على السوق مع بعض. تعالي كده. ده الدولار استرالي. آآ آسف الاسترالي دولار. اهو. شايف النهاردة كان معنا جلسة صعدة. الجلسة دي كانت صعدة معنا في حوالي آآ ستين نقطة. قادي الجلسة هي. ازا كنا هناخد اليوم كله. فاليوم كله كان دي افضل منطقة طبعا نحن نشتري منها. فقردي كان صعد معنا. تعالي بنا روح نبص على الاستراليين. الاستراليين في نفس الجلسة هو هو نفس الاسترالي. بس عندي هابط. هتلاقيه برضو يعني كان هابط بحوالي خمسة وتلاتين نقطة مثل. ليه ده من المفترض مع ان ده استرالي وده استرالي. ليه هنا من المفترض الاسترالي دولار هنا كان مديني اتجاه صعد. وليه هنا كان الأستراليين كان مديني اتجاهها هنا الفكرة كلها بتكون بمدى ربط حضرتك للإندكسات أو بالمؤشرات بتاعك السوق مع بعضها يعني النهاردة دي كانت already مثلاً وليكن كنا نقدر نقول أن على الأسترالي دي كان ممكن نشوف أن المنطقة دي already بقت منطقة الطلب إذا كنا هنشوف أن ده رالي بيز رالي ودي كانت المنطقة بتاعت البيز عندنا فأنت بتتكلم في منطقة الطلب حلوة قوي إيه اللي يدعم النقطة دي وإيه اللي يخليني أشوف أن ده صعود حقيقي لما جينا من هنا وبدأنا السوق أو رحنا DXY أو رحنا لمؤشر الدولار النفسه كنا شوفنا أن دي أساساً منطقة فليبزون متكونة من عندك فأنت من المفترض أن أنت هيكون عندك دولار هابط إذن دولار هابط مع أسترالي كنا محللينه وأنه هو أصلاً صاعد مع وجود منطقة في النص تطلق تحفز للموضوع إذا تكون صفقة موفقة فيه أي مشاكل لحد دلوقتي؟ ها؟ طيب يبقى أول حاجة من المفترض أن حضراتكم هتروح عشان تعملوها في السوق أول حاجة يوم الحد كده وأنت بتحلل أو علشان تبدأ تشوف صفقاتك أساساً وضعها هيكون عاملة إزاي في السوق هتعمل إيه؟ نحلل دي أكس بصها اسمه دي أكس واي علشان كلهم هتلاقيهم الأكس واي موجود فيهم فإذا في البداية خالص دولار أمريكي أو يو اس دي يبقى أنت أول حاجة تبدأ لي فيها دي أكس واي ده رمز الدولار الأمريكي كويس؟ يعني ماشي عايز تدخل على فهم في هذا؟ أوكي يعني أدخل عليه بس ما تحاولش تتبع لي مدى قوة العملات من هناك يعني ما بلاش يعني بلاش تتبع لي مدى قوة العملات يعني أرجوك أعمل لأنت اللي أنا بقول لك عليه أوكي هنروح لليورو وهنروح للأسطرالي وكل حاجة تبعي يبقى ده أول حاجة بدأنا بيها كان هو دي أكس واي ياريت ما اتتبعش كوة العملات لو أنت كنت عايز تروح في مرز علشان تتبع كوة العملات ياريت ما اتتبعش يعني دي نصيحة إخوية يبقى أول حاجة ببدأ بها التحليل بتاعي هي حركة الدولار الأمريكي دي أكس واي بشوف الدي أكس واي معشر الدولار الأمريكي نفسه رايح فين وجاي من هنا مهم جدا 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 أن أنت تربط لي الحركة دي مع بعضها يعني مهم أن أنت أساسا تشوف الدولار رايح فين لأن الدولار رايح فين بس بعد تحليل فن قوي بعد تكون حضرتك متمكن من فكرة التحليل كنت هتستخدم لي هارمونيك هتستخدم وايكو فتستخدم تحليل حجمية عايز تستخدم عرض وطلب ساب لاي أنت دي ماند أو عايز تستخدم العرض وطلب المتطور عايز تستخدم التحليل كلاسيكي عايز 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 مش مهم يعني فكرة التحليل أكتر من أنك لازم تكون متحلل لي فنياً صحيح يعني دي مثلاً لو أنت أنت لحى أن هي عرض فأنت لازم تكون فاهم إن العرض دي لازم تكون متقيمة ولازم تكون مثبتة علشان تقدر ان انت تطلع منطقة كويسة. تمام? طيب. ادي اول حاجة الدولار بعد يجرب الروح لليورو. اي اكس واي. يبقى الدولار نفسه اسمه دي اكس واي. اليورو اسمه اي اكس واي. لاتعالك هنا نفتح اليورو مع بعض. هنقفل هنا الدولار. ادي الدولار الامريكي ادي اسف اليورو. خلينا نشوف مع بعض الحركة اليورو يعني ليه ليه كان خلال الفترة اللي فاتت مسلا كان هابط. او ليه خلال الفترة اللي فاتت هبط. لما تيجي برضو يعني انا انا اللي اقوله لك ده حقيقي هيفيدك جدا 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 جا سوق. ويمكن علشان عايزك تخلص مثلا محاضرة وتقول ده احنا حضرنا محاضرة مؤشرات مع عسامة زرعي وعسامة حقيقي فادنا في النوطة دي. لما تيجي اه اه هنا عند اليورو فانت لو انت وصلت هنا لمرحلة عرض عند اليورو اي عملية من عمليات شرى اليورو هي عملية فشلة تماما وحقيقة تخسر فيها فلوس. تاني اي عملية يعني احنا دلوقتي وصلنا هنا عند منطقة العرض. اي عملية هنا من عمليات شرى اليورو هي عملية فشلة. ليه عملية فشلة? لان هي مش هتكمل معاك. اولا الاندكس نفسه هابط. فما بالك الاندكس نفسه هابط فايزا هي عملية هنا هتكون فشلة تماما. طب لما تيجي مسلا وتبصلي من هنا. هنا اليورو نقدر نقول ان ده لفت شولدر. نقدر نقول ان ده الهد. نقدر نقول ادي ريت شولدر. نقدر نقول اوكي عندي جلستين او تلات هنكون في يوم صعدين لكن وصولها للمنطقة دي. يبقى انت مكمل مسلا بكرة او مكمل اليورو معاك لحد المنطقة دي. في الاتجاه الساعة. نقدر نشتريه? اه نقدر نشتريه. اصاد ايه بقى? كان ممكن نشتريه اصاد الدولار. على اي اساس كان ممكن نشتريه اصاد الدولار. على اساس ان انا عندي من هنا منطقة من مناطق الطلب. اليورو اصلا فيها. كان عندي الناحية التانية دي اكس واي من هنا من الناحية التانية. هابط. فيبقى صفقتك على يورو دولار هي صفقة هتكون ممتازة. بس برضو كنت لازم تروح وتحلل اليورو دولار. لو عندك منطقة من مناطق الطلب يبقى اوكي كان هيكون معانا يورو دولار صعب. شعالة بنا نروح وبص على حركة يورو دولار. خلينا من هنا كان يورو دولار. ايدي كان يورو دولار. كان عندي من هنا فليبزون تم اختراق الفليبزون كوي مع انطقة من مناطق الطلب كان سفقة برضو موفقة ودينا شفنا اا اا يورو دولار صعب فالفكرة اللي برجع او بأكد عليها او اللي بأكد عليه اصلا خلال المحاضرة دي او خلال الويبنار ده اللي انا قررت ان انا اعمله بالشكل ده عالشان ان احنا نكون وإحنا بندخل السوق في بدايات لازم أحطها في أساس لازم أعمله يعني أنا بحل السوق السعودي أو بحل السوق الأمريكي قبل ما بدخل البورصة السعودية لازم أكون شايف تاسي رايح فين المعاشر العام للسوق السعودي نفسه رايح فين لو أنا مش عارف المعاشر العام فأنت قريب تكون مش عارف يعني رأسك من رجليك عامل إزاي كأنك سايق عربية والطريد أول مرة أصلا تدخله وهو أصلا لافف وعمل كده بس إنت لو مشيت على طول وإنت مش معاك الخريطة إنت هتلبس في الحيط فأول حاجة علشان تدخل في بورصة العملات أو تنجح جوه بورصة زي بورصة العملات ابدأ لي بالمعاشرات حد خريطتك عاملة زي الدولار هيبقى الحد هنا وهيعمل كده وهيعمل كده دي منطقة من مناطق الطلب أنا من المفترض أن أشتري من هنا تمام؟ يبقى من المفترض أنا عندي دولار صاعد إيه اللي من المفترض أشتريه وصادق الدولار؟ مش من المفترض إن أنا راح أجيب الأزواج زي ما هي وقعد حل لحل وأقول ده عند منطقة طلب أو ده عند منطقة عرض كلام ده ما بينفعل لأنه وقت كتير هتقول لي ده يورو دولار عند منطقة طلب وتبقى في الحالة التانية محللين إنه أصلا اليورو نفسه عند منطقة العرض فإس فجأة الدولار يجي لك عند منطقة الطلب اللي حضرتك قعدت ساعة علشان تطلحها وقعدت يعني وقعدت حللتها وشايف إن هي الدنيا بتاعتها تمام؟ إس فجأة تلاقي اليورو جاء عند المنطقة بتاعتك ورحمل لها جدا الله في يا جماعة تب ما هي دي منطقة طلب أيوة ما الاندكس نفسه أو المؤشر نفسه هو هابط معي فما ينفعش أي عملية من عمليات شراء وإنت الاندكس بتاعك هابط في أي مشاكل لحد دلوقتي ها في أي أسئلة شباب حبيبي تسلم شكرا طيب خلينا هنا نروح نكمل اليورو اي اكس واي قلنا بعدكها الجنيه الاسترليني الجنيه الاسترليني اسمه بي اكس واي لو على تريدينج فيو لو انت بتحلل على منصة مثلا زي لايت فوريكس هتلاقي يو اس دي ال اف اكس اتوقع كده او هتلاقي يورو ال اف اكس دي على منصات ما اعتقدش الحقيقة يعني مثلا في منصات بتوفر الاندكس وفي منصات مش بتوفر في كلا الأحوال منصتك بتوفر او مش بتوفر ارجو يعني لو حللنا من هنا هيكون افضل بكثير طيب خلينا من هنا نروح نشوف ادي الجنيه الاسترليني اسمه بي اكس واي لا تعالى بينا نفتح الجنيه الاسترليني ويمكن كنا مفضلين قوي اه في تحليلنا تحديدا لي حركة الجنيه الاسترليني وصدر كنا شايفين المستهدف الجنيه الاسترليني وكنا اي عملية من عملية باقي الجنيه الاسترليني وكنا اقول ان هي عملية هتكون فشلة تماما يعني مش مش من مفترض انها تتم ليه؟ تعالى بينا كده لما كنا وصلنا عند الجنيه الاسترليني نفسه تعالى هفتح لك يوم يمكن ده كان تحليلنا مع بداية اول السنة ايوة ده كان تحليلنا للجنيه الاسترليني مع بداية اول السنة لما جينا من هنا وبصينا على الحركة يمكن ثانية كده نستاذي لحضرتك باللحظة هين الجنيه الاسترليني طيب تمام اهد 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 تعالى من هنا هنا كان بداية التحليل او كان بداية السوق اصلا يمكن دي اتوقع هل هل التليجرام ظاهر عند حضراتكم? هل التليجرام ظاهر? طيب هنا دي كانت صورة الانديكس نفسه بتاع الجنيل السليني اهو كان تحديدا يوم سبعة اتنين. ليه سبعة اتنين كنا شايفين ان اي عملية من عمليات شرا اهو من عمليات بيع الجنين السليني كانت هتكون فشلة كان بكل بساطة عندي المنطقة دي كانت تعتبر من المناطق القوية. كانت تعتبر مناطقą من مناطق سبلاى اريا تم اختراقها فالطبيعي ان انا كنت هروحك مستهدافات اللي من هنا كان عندي من هنا مفترض ان انا اهو ر recognized كنت هكمل في دايرة الصعود. لما نيجي من هنا كنا نشوف تعالى بدينا نبص على هل الحركة دي تمت او تمت? وكنا دايما بننصح بابتلاك الجنين للسليمي صادر فرانك او الباوند فرانك يعني. لما نيجي من هنا نبص هل الكلام ده حقيقي حصل? كان من المفترض ان هدي تم الاختراكات من هنا. الحمد لله وصلنا لي المستهدفات بتاعتنا. طب ليه كنا شايفين ان الباوند فرانك تحديدا كان هو اللي من المفترض يكون هابط تعالى نفتح الفرانك. فرانك معنا اسمه اس اكس واي. يعني وكان اكتر من حد يكلمني وقال لي يعني يا قسامة زرعي هل من المفترض ان احنا نبيع الباوند فرانك? هكتب اقول له لا يعني ما خليك مكمل في صفقة الباوند فرانك وكنا نزلناها عندنا على الجروب بتاعنا بتاع الاكاديمية. وكان حد اكتر من حد ادخل كده وكلمني. لازم ان انت تكون كنت مشغل نفسك. هنا ما تيجي بقى تبص اساسا على حركة الفرانك نفسه كان من مفترض ان انت كان معاك فرانك اصلا هابط. فانت معاك كان معاك جنيس سترليني صاعد معاك فرانك هابط كان كمان عندنا الباوند فرانك لما كنا نيجي نبص على حركة الباوند فرانك نفسه. لما نيجي من هنا نبص على حركة الباوند فرانك كان تحس ان هو يعني برضو كان كسر من عندنا مناطق مناطق قوية. تمنى ان اكت كت محلله يعني على تريدينج فيو. خلينا نفتح على الساعة. لو خلينا نفتح اليوم. بالزبط. دي كان الحركة برضو كان هنا من عندي ده ده الهيد بتاعنا. ده كان الهيد. ده كان الليفت شولدر. ده كان الريفت شولدر. زي رأس وكتفين. كان من عندي من هنا مستطيل. كنت بشوفوا ان ده نهاية ايه كان اكيد هيكون تجمع قوي تلتمائية اربعة واربعين نقطة. احنا استفدناهم من من الباوند فرانك. فالمحاضرة بتاعت النهاردة هي مختصرة في اكتر من حاجة. ان احنا بنحاول نغير مفهوم مهم جدا في في فكرة التحليل. زي ما برصات الاسهم. سواء كان برصة مصرية برصة سعودية برصة كترية برصة اماراتية. اه اي برصة من البرصات دي. لما بنيجي علشان ندخل فيها نحلل وبنيجي علشان ناخد فيها اكشن. اول حاجة من اللي احنا بنعملها بنروح بنبص على الانديكيتور نفسه. اه 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 او بنروح نبص على او بنروح نبص على المؤشر. فزا كنا مسلا في برصة مصر قبل ما بدخل علشان احلل سهمة او قبل ما بدل او قبل ما بعمل اي خطوة لازم اروح ابص على اي جي اكس سيرتي او اي جي اكس سابعين اي جي اكس خمسين اي جي اكس من هادرد بابص على المؤشرات. المؤشرات مدياني ان انا في والله يا جماعة بقول ان الدنيا بتاعتي كويسة وتقدر ان احنا ندخل في اسهمها. اه اه لما ديجي لما باجي حل البورسة المملكة على السعودية لازم اروح في الاول خاصة بص على تاسي ايه 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 وامتي سيرتي ايه او العودة المستبدية وخلافه علشان اقدر احدد طبيعة البورسة دي نفسها هي نفسها عاملة ازاي? لو اه اه داخل بورسة الامريكية ده ويونس نزك اسم بي فايف هندرد كل بورسة موجودة في الماركت ليها اه طبيعة ما وليها مؤشرات ما. اذا كنا احنا النهار ده بنيجي بندخل في سوق زي سوق العملات فمن المفترض ان انت تكون فاهم اني طالما في عملة موجودة العملة دي ليها اه اه مؤشر وليها اندكس. لازم تحلل المؤشر في الاول. لازم تشوف لي المؤشر اساسا. موجود في الاول عامل ازاي ازا كان ده مسلا باوند وصاعد وازا كان ده فرانك وهوبطي بقى ازا. لو عندي باوند فرانك وعندي منطقة من المناطق اللي اوليدي موجودة. يعني ازا كان التحليل اللي حضرتك قريدي بتتبعه. لا مش هتلاقيها يعني حتى لو عندك هقول لك لو انت عندك صاعد الدولار يعني في سؤال هنا اه 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 بيقول في حالة ازا كان عندي الاندكس او الاندكس اتنين اندكس صعادين. في الغالب يعني انا واعت اصلا قصادي اكتر من مرة وشوفناها اكتر من مرة لما بيكون الدولار صاعد ولما بيكون اليورو مثلا صاعد هتلاقي اللي اتنين مشوا معاك في اتجاه عرضي. يعني مثلا انت دولار بتقول لي اليورو والباوند. في حالة ان كان اليورو والباوند عندك اللي اتنين صعادين او اللي اتنين هبطين بص اعمل حاجة كويسة. دور على فين اقرب منطقة من مناطق العرض موجودة. ودور على فين اقرب منطقة من مناطق الطلب عندك موجودة. ويصدقني هتلاقي الزوج ده هيمشي معاك بالاتجاه ده. ليه? لان الباوند صاعد. آسف. الباوند صاعد واليورو صاعد. فالتنين ما فيش ما فيش قوة هتتحكم فيهم. تمام? فدي دي نقطة مهمة. ليه ما اقدرش اعتمد على القيمة العملات في فين فين? اجربها. لكن مش هتلاقي هاساسا ان هي لا فايدة. لان هو بيقولك ان النهار ده كان اقوى حد دولار استرالي مثلا ولياكم. هل ده معنى ده ان انا هقدر ادخل دلوقتي بدون اي تحليل. علشان اروح اشتري تحت امرك. علشان اروح اشتري الى الاسترالي طبعا ما فيش الكلام ده. اللي انا بقولك عليه. ده هيديلك على مدار الاسبوع صفقات. هتقدر انك تعتمد فيه على نفسك بدون ازاسا الاعتماد على اي حد. هتقدر ان انت تكون عارف اساسا ليه الباوند صاعد. يعني مثلا ده كان المفترض هدف الباوند مثلا. تمام? فهو صاعد. انت انت بنفسك هتبقى قاعد قصاد الشاشة بتاعتك وشايف جروبات التليجرام مع الاحترام التام اكيد لكل الناس يعني. اه شايف كل الناس بقولك ما فيه سبب مكنع لصعود الباوند. انت لو بكل بساطة كنت روحت علشان تحلل جنيه استرليني كنت هتعرف ان فيه رأسك كتفين على فريم زي فريم اليوم كنت هتعرف ان اقرب منطقة عرضة عندك هي دي فما عندكش انت تاني مساحة او قرية توقفهولة. فما صعود الجنيه الاسترليني من خلال اه فبراير او بداية ينايل هل كان طبيعي اه طبعا طبيعي. مين اللي قالك ما كانش طبيعي? اه ازا كنت انت بتحلل يعني ازا كنا كلنا مسلا دلوقتي اللي مابودين شايفين ندارة اصر وكتفين مش من المفترض ان انا حدد مستعدة في الاصر وكتفين والسعر يروح له. ازا كنا شايفين ان دي كانت فليب زون اه اسف ان دي كانت سابلاي وتكسرت فبيئة فليب زون مش من المفترض ان السعر يروح له اه يبقى كانت صعود طبيعي اه طبعا الصعود كان طبيعي. ما كانش عندنا حاجة واو في جو في الماركت. يعني كنت تشوف الناس اللي عما تقول لك. اه الباوند بيخرج البيوت ما يا جماعة مساعد عادي كفكرة الانديكس. انديكس باوند نفسه. اه لمعرفة فوركس فولاتيليتي تمام زين وصبحت اقرب. ماشي اوكي. اقول لك حضر عليهم تمام. اه يعني لو هتتابع الفولاتيليتي اوكي يعني اه ماشي. اه هل تتوقع? بص الحقيقة انا شايفي انا انا ده تحليلي اللي نزلته النهاردة للجنيه الاسترالي. اه 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 انا شايفي ان هو هيعمل الحركة دي منطرد ان هو هيفضل يصب. بعد كده اضعف الايمان هيعمل اضعف الايمان ان هو ممكن يوصل معنا لحد المنطقة دي. يعني ده اضعف الايمان. تمام كده? يبقى تعالى نقول احنا من المفترض اول ما بندخل الماركت بنعمل ايه? او تعالى رجعلك تاني على المؤشرات علشان بنحط تاني القواعد بتاعتنا وشكلها عامل ازاي? اه عمبي ازا كنا هندخل الماركت بنجي. في اول حاجة خالص بنحل مؤشراتنا. اه مؤشر الدولار دي اكس واي. مؤشر يورو اي اكس واي. مؤشر الباوند او الجنيه الاسترليني بي اكس واي. مؤشر فرانك السويسري اه اس اكس واي. مؤشر اليين جي اكس واي. مؤشر الكندي اه سي اكس واي. مؤشر الاسترالي اي اكس واي. مقاشر نيزولندي ZXY. لازم ارجوك تحلل دول وتعرف يعني مسلا النهاردة الاسترالي. بص. يعني اتوقع ان انا كنت بحلله هنا. اه اهو. اهو. ده دي جلست النهاردة. تمام? ادي كان عندنا استرالي اريدي كان صاعد. لما تيجي تبص انت بقى من هنا. اه عايز تشوف لي ده رأس وكتفين. اوكي عايز تشوف ان هو كان افلاج. عايز تشوف اي حاجة. فانت اريدي لكن انا كنت شايف ان هو رأس وكتفين. فالحمد الله كان اختراكها بجاب. فبقى اريدي عندنا استرالي صاعد. اه دولار هابت استرالي دولار بتكون صفقة موفقة. ازا كنا بنقول ان احنا اه 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 السوء ده خمسين خمسين. خمسين في المية. وخمسين في المية. خمسين في المية تنجح خمسين في المية افشل. تمام. فاذا كنا نقول بنتعلم التحليل الفني علشان اوصل اوصل قوة تحليلي لسبعين فيلمية او خمسة وسبعين فيلمية علشان قدر ان اقول ان انا رفعت نسبة نجاحي جوه الصفقة لنسبة خمسة وسبعين فيلمية فالاندكسات تقدر ان هي تصل للصفقة بتاعته بنسبة تمانين فيلمية او خمسة وسبعين فيلمية ده بلاس كمان يعني اذا افترضنا ان احنا بنعتمد على استراتيجية مش عارف ايه فيت شوية كمان حاجات كده ان شاء الله يعني ادوني واحدة واحدة على مدارة الحضارات اللي جاية هحاول ان شاء الله الكريم سبحانه وتعالى ان انا آآ هشرح عليكم علشان آآ نقدر ان احنا حقيقي خلال السنة دي آآ نجمع آآ آآ ازا كان حد فينا نفسه في عشرة تلاف دولار او خمسة او ستة عشر عشرين فنقدر ان احنا نشاء الكريم سبحانه وتعالى نحل له. آآ ادي لي افضل فريم للتحليل? آآ طبعا يعني يمكن آآ علشان هقول لك برضو على حاجة مهمة قناة ما سألت السؤال الزي ازاي ده? بص يا سيدي. آآ احنا عندنا لما بنيجي ندرس العرض اعطي لأ في حاجة عندنا اسم في فراulares المناطق. ايه كاليرف المناطق? بروح على فريم الاسبوع بروح على فريم الاسبوع تمام? فريم الاسبوع او بطلع يعني على فريم الاسبوع بحدد من على فريم الاسبوع اريا تكون عريا العرض. وبطلع من على فريم الاسبوع اريا تكون رية الطلب. تمام? هلو نهلك علشان آآ ان شاء الله هحاول ان انا كده كان محظورا نتسجل اياه. تمام? اهو. دي الكيرف. ايوة بالزبط. طلعني من هنا مناطق الكيرف بتاعت. اوكي? طالما انت طلعت مناطق الكيرف. انت عارف ان دي كيرف منطقة. بس يريد تكون اثبتت وقيمت بشكل كوي. دي كيرف منطقة اولي السعر هيجي منها هيبقى هطأ او هيبقى سخنة او هيبقى يعني قريدي صعد معاك. قريدي عارف ان انت لما السعر هيوصل لحد هنا فانت من المفترض عارف ان هيبدأ من هنا الماركت ميكر او هيبدأ من هنا صناع السوق في ان السعر بتاعك يكون هابط. ما بين المنطقة دي وما بين المنطقة دي احنا قريدي بنسميها مناطق الكيرف. لازم قبل ما تطلع فريم يعني قبل ما تنزل عدلي تبقى عارف هو انت اساسا بتشتغل فيه. يعني حدودي فين وانا رايح فين وجاي منين. كويس طيب. ايه فايدت ان انا طيقة او ايه فايدت ان انا هسحلك كده او هخليك تروح على فريم الاسبوع. في حالة ان انت كنت هنا عند منطقة من مناطق الكيرف وهتجربها آآ بعد ان شاء الله ما نقفل المحاضرة وهتقول ان يعني اسامة قال لنا على حاجة كويسة. ده كيرف المنطقة فأوريدي ده سبلاي تمام. لو جتلك من هنا على ديلي وركز معي على ديلي منطقة طلب في القرية دي اعرف ان دي منطقة طلب فاشلة. ليه? لان انت العرض نفسه هيغرأك. الطلب اللي زهرت عندك من هنا عندي قريبة من الكيرف فدي منطقة طلب فاشلة او بالعكس انت لازم في الكيرف من هنا يعني ازا كنا هنقول ان ده سبلاي وزا كنا هنقول ان دي ازا كنا هنقول ان دي ازا كنا هنقول ان دي زهرت عندنا. اه دي ديماند كويس. دي ديماند اريا ظهرت عندي هنا في النصف. ازا كنا هنقول ان ديماند دي زهرت هنا لكن هنا يا جماعة عندي كيرف للمنطقة. ازا كان عندي الكيرف ده اللي انت كل الناس بتبيع فيه. هل ظهور ديماند زي الديماند دي. زي الديماند دي. هل ده من المفترض يخليه دي سعر على دي اللي يصعد? لا تفضل. لا مين اللي قال كنت? فهي مش فكرة فين فريم الافضل من التحليل. هو احنا الشهر والاسبوع المنصر والوكلي والديلي والاربع ساعات والساعة والخمستاشر والخمسة والدقيقة والتك والثانية كل ده كل ده بيديني حركة واحدة. يعني لما تيجي مثلا وليكن هنقول ان احنا وليكن بنبص على الاريا اللي اصادك دي. هي ايه الاريا دي? وليكن دي السعودية. المملكة العربية السعودية. ازا كنا هنتعمق جواها اكتر فهنلاقي مثلا هنا المدينة وهنا المكة وهنا الكعبة. ااسف هنا مثلا جدة. هنا مش عارف ايه هنا. كلهم داخلين جوا الاريا. ففريمت دي لي هو حاجة من ضمن من ضمن حركة الشارت. مش مش هو الافضل ولا هو الاحسن ولا هو. ازا كان الشارت نفسه على المنصري صاعد. فاي عملية من عمليات الخمستاشر دقيقة للبيع هي عملية مضربية. مش هتكمل معاك من خمسة وعشرين لخمسين نقطة وخلاص. لكن ازا كانت من هنا يعني هقولك على حاجة. فين الباوند فرانك? ازا كان الباوند فرانك معانا مسلا كان من هنا صعب. كوي. واول تيج بروفت ليك. اول تيج بروفت ليك. او انت شايفين هو من هنا. دول تلتمية اربعة واربعين نقطة. تمام? دول تلتمية اربعة واربعين نقطة. او تلتمية وخمسين نقطة. هل من المفترض ان ان انت كان ممكن تبيع في وسط? ليه تبيع? ليه ما تستناش كله فرصة للشرع علشان تبقى قريلي في 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 قلب التحليل بتاعك وناجح جوه التحليل. يعني خلينا وصل للخمسة وشر دقيقة مسلا. ازا افترضنا ان انت مسلا كانت استراتيجيتك بتقولك اني مسلا اي حاجة لما تقطع اي بعض ينفع تبيعي من هنا. هل ده كله ينفع تبيعه? ليه لما من المفترض ان انت تاخد الصعود ده كله? فهو مش ما عنديش الحياة بمقدرة ان انا اقول لك دي لي هو الافضل. ان الديلي هو هو بيقول لي حركة الشامعة كانت عاملة ازاي خلال اليوم. مش مش حاجة. فاذا كنت حابب ان انت اه 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 تحلل حقيقة بشكل كويس اطلع لي على الاسبوع. طلع كيرفات الكيرفات بتاعت الشرط بتاعتك. طلع مناطق الطلب والعرض اللي موجودة عندك. انزل على الديلي. لو منطقة الطلب اللي عندك اتوافقت معها منطق مناطق الكيرف اللي موجودة على الفريمات الكبيرة. اخد الصفقة دي اه اكد صفقتك دي من على المؤشرات. صدقني بامر الكريم سبحانه وتعالى هتكون صفقة كويسة. تمام يا جماعة? ما تمناش ان انا اكون صدعتكم النهاردة يعني كنت حابب ان اكون محاضرة لطيفة وفي نفس الوقت حبيت ان انا استخدمها من الاول لحد اللي الوقت اقول فيها كل حاجة. علشان ما اكونش اتكلمت كتير وفي نفس الوقت اكون اه عارفت افيد اكبر كمية من من حضراتكم يعني. تمام كده? لحد هنا المحاضرة بتاعتنا اه خلصت. اه تحت عمرك عنية. لو في اي حد عنده استفسار ممكن اه 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 يعني لو اه تكلمني لو انت معك الايميل بتاعي. لو اه ممكن تكلم كمان الاكاديمي عندنا وقلهم عايز اتكلم اسامة دايرت. مفيش برضو فيها اي مشاكل. اه حاولت تطبق ده ولو ويفت قصلك حاجة وحابب انك تسألني عليها. اسألني عليها وان شاء الله اه اه بامر الله يعني الدنيا هتكون كويسة. مبسوط انها كنت مع حضراتكم يا رب بالتوفيق لنا جميعا. اه عندنا في الاكاديمية انا بنزل تحليل الاندكسات كل كل اول اسبوع. حاولت تتابعني فيه. طبعا انا بحل الاندكسات جدا بالعرض والطلب. بص يا سيد الفاضل مفيش حاجة اسمها العرض والطلب فقط. يعني اه 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 يعني احنا احنا في سوق حاول انك تسعى اه انك تكسب. يعني احنا انا اسف جدا. احنا لما بنجي نشتري موبايل او لما بنجي نشتري اي حاجة بنحاول ان احنا نظهر عليها. الموبايل ده كاميرته عاملة ايه? طب الصوت بتاعه عاملة ازاي? ده فيه تلات كاميرات ده هنجيب له الكافر الفلاني ده الشاشة بتاعته كان بكسل كزا وكزا وكزا. صدقني لو عملت كمية الرسيرش اللي انا بعملها اه اللي انا بعملها على كل حاجة باشتريها على كل صفقة انا هنفزها في السوق ده مش هنخسر او يعني معدلات هندخل عشر صفقات هنخسر منهم اتنين هنخسر منهم تلاتة بس المحصلة النهاية بتاعتنا هنكون كذبانين. فاحنا لو تعبنا اكيد ربنا هيجزينا ربنا بيجزب الساعة. فلو العرض والطلب already هذه الاستراتيه بتاعت حضرتك المزبوطة وبقالك فترة شغال بيها وبتديه لك خلاص اوكاي ليه لك? اه حابب انك تدمجه مع التحليل الكلاسيكي? اه حلوة قوي. حابب انك تدمجلي مع نموذج من نمازج الهارمونيك? حلوة قوي. فبص يمكن حتى انا لما بجد كورس مثلا بقول للناس في نهاية في اول الكورس بقول لهم في نهاية الكورس كل حد فينا اساسا هيكون مختلف. يعني انا مثلا ما بدرسلك هارمونيك مع العرض والطلب او مع التحليل الكلاسيكي بقولك في البداية ان احنا على الاخر محاضرة انت ممكن تختلف معايا. تيجي تقول لي لا انا شايف ان ده ده مثلا ده مش بات يعني اذا كنا هنقول نموذج بات. لا ده مش نموذج بات. ده انا شايف ان هو الترة مثلا ممكن ناخده من هنا. كل حد فينا هيكون ليه الشغل وكل حد فينا هيكون ليه تحليل ما معايا. حلل بالطريقة اللي انت شايفها سهلة ونوعا ما ان شاء الله بتعرف تستخدمها. مبسوط ان انا كنت معاكم يا شباب لو في اي حاجة وافة قصادكم او لو حابين تسألوني عن اي حاجة كلم الاكاديمية او لو عارف انك توصل لي دايرك كلمني انا ان شاء الله مش هتأخر على اي حد. يا رب بالتوفيق لنا يا جميعا. كما حضراتكم اسامة عيون اكاديمي بي pro trader. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.